السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ترى اي حكاية المعركة اللي مفهاش كاسب كسبان ولا فيه خسران معركة مفهاش كسبان ولا خسران ايوة انها المعركة البرتقالية المعركة التي تقام في ايطاليا كل كل سنة في شهر فبراير يلا نعرف حكاية المعركة البرتقالية في ايطاليا المعركة البرتقالية بترجع لحوالي 800 سنة من 800 سنة كان كان في منطقة إيفيريا بإيطاليا كان فيه ثورة ضد الحاكم المستبد مجموعة من الفقراء مش عجبهم ظلم الحاكم فعملوا ثورة ضده وتمر الأيام والناس تحتفل بهذه المعركة اللي كانت بين الفريق المظلوم اللي هو الشعب البسيط والحاكم الظالم والحكومة الإيطالية توفر للناس في شهر فبراير من كل عام برتقال عشان الناس تحدف البرتقال على بعض والناس تنقسم إلى قسمين قسم يمثل الحاكم الظالم والقسم الآخر يمثل الشعب المظهوم والفرق الموسيقية تعزف والناس سعيدة وتحدف على بعض البرتقال وفي نهاية الاحتفالية الحكومة تغسل الشوارع من إيش البرتقال وكده عرفنا حكاية الاحتفالية والمعركة اللي ما فاش لا فايز ولا فيها خسران بس نسأل نفسنا هو الكلام ده صح ولا غلط إن احنا نضيع البرتقال كده ونقعد نحدفه على بعض ومنا كلش البرتقال ولا نستفيد من الفيتامين سي اللي بيقينا بإذن الله من انفلونزا ومن برد الشتاء يلا نعرف من كتاب الله عز وجل القرآن الكريم هل الكلام ده مضبوط ولا الكلام ده مش مضبوط ربنا سبحانه وتعالى في سورة العراف بيقول لنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تصرفوا إنه لا يحب المصرفين ربنا سبحانه وتعالى عايزنا ناكل ونستمتع بالأكل مش نجوع نفسنا ولا نحنا نضيع الأكل ونقعد نحدف البرتقال على بعض بدلا لما نستفيد من الفيتامين سي اللي بيقينا بإذن الله من انفلونزا ومن عدوى الشتاء وبرد الشتاء ربنا عايزنا نكون معتدلين ما نكونش مسرفين ورب العباد في سورة الإسراء يقول لنا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا يعني يا إنسان لنكون عندك فلوس ما تضيحاش وتقعد تصرف عمال على بطل وفي الآخر تقعد تصوت وتقول فلوس راحت ما عنديش فلوس وتستلف من الناس لا كل حاجة تعملها بالعقل كن معتدل في كل شيء ورب العباد يقول لنا في سورة الإسراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين مين فينا عايز بأخو الشيطان لا طبعا نحن أفضل من الشياطين نحن فينا الخير ونقدر نفعل الخير ونقدر نقاش حياتنا ونصرفش إلا المبالغ المالية اللي هي المعقولة ونعودش نصرف كتير ونحوش ونستمتع بالحياة ونمتع نفسنا ومن ننساش إن ربنا سبحانه تعالى في الآخر حيسألنا وحيحاسبنا المال ده صرفنا في إيه هل في خير قال نفعنا بيه المحتاجين هل نفعنا أولادنا ولا عدنا نشتري سجاير ونضيعه في قلس وشربه وخمر ومش عارف إيه والله أخبطه وصهر وحاجات ملهاش لازمة هنتحاسب على الفلوس دي هنتحاسب يوم الحيامة وكلنا هنتحاسب فنخلي بالنا نستمتع بالحياة ونكونش مبزلين ودي كانت حكاية المعركة البرتقالية معركة إيطالية كل سنة يريد لو سفرنا إيطاليا يعني لو كان فيه إمكانين نسفر إيطاليا نحن ما ندخلش في الاحتفالات دي ما لهاش لازمة نفتكر إن فيه شعوب فقيرة وشعوب محتاجة لأكل وطعام فما بدل ما نعود نرمي الأكل كده ندفع فلوس ندفع فلوس للغلابة والفقراء ماذا نحن في البرتقال ماذا نضيعه حتى لو كان لدينا فائد في البرتقال نساء الله الدول العربية عندها فائد في البرتقال وفي المترجات دي لكن لماذا تضيعه الرجاء الالتزام بالحكمة وهذه كانت حكاية معركة البرتقال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة